السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لما معنا ومرحبا بكم في قناة شوبر ديزيد اليوم الحصة تعنا وانشاهدنا مرأة جزائرية إعلامية صابرية دهليس وانتعلم وانتعطي درس العصام الشوالي في تاريخ شمال إفريقيا وتاريخ الجزائر وعلماء الجزائر لهذه الحثلة اللي ما زالتنا شوف اهدر على كلش اهدر على كلش ما شقاش توشينا في رموز توا نتوشيتونا في الرموز اكتشوف مصاروة ما زال اليوم ما نستاش وانتا غادي ما ننساش فانيك انتا يعني درت حاجة اللي ما غاديش ننساوك فيها نتفكروك كما يقولك احنا الجزائرين ونوصوا ولاد ولادنا ونوصوا ولاد ولادنا نوصوا ولاد ولادنا لباقي احنا اجدودنا زادوا والدي نزدنا احنا زادوا فانيك نوصوا ولادنا بللي فرنسا نبقى ونكرواها فرنسا هي ادوة الاولى للجزائر والهود هذيك ما تحدرش عليها هذي اللي نزع ما كنا احنا نحضروها هذي نحضروها لولادنا نحضروها هذي باش يكون علي باقي وزيد ليتوشي رموز جزائرين هذي كنصاروها توشي رموز جزائرين الأغلبية على الجزائرين ما نأمنوا من مصرية نصيب مصرية يشكر فيها ما نأمنش فيها انا واحد من الناس ضربك انتهي لو كانت شل روحك باذهب وما غاديش نأمنه ما نأمنش فيك خادش عليه انت منحط هذه هي وردت علي هذه المرأة الحرة الجزائرية صابرية عيسام الشوالي هل انت مجبر ام مأجور في جو من الثقة عشنا كلنا كجزائريين ومصريين وكل الدول العربية مجرايات الجولة الثالثة التي جمعت منتخبنا الجزائري ومصر للدور المجموعات زمن كعس العرب 2021 في جو من الثقة بعيار اللعب النظيف الذي تبنته بطولة ليتضح في الاخير الماطف بان نظافة الطبع لم ترقى الى نظافة السد والرقية ودون الحديث عن قضية التحكيم التي اثرت جيداد بعد صور متداولة لخروج الكرة من محيط الملعب قبل ان تتحول الى ضرب الجزاء لصالح الفراعينة وهذا الى حين تأكيد التحقيق النهائي جاءت قضية معلق بيانسبور لتوثير ضجة واستغراب واستنكار في اواسط الشعب الجزائري الشريف والحر لا افضل في هذا المقام انعت معلق بانجلسيته كما يفعل البعض حتى لا اقع في فخ الفتنة المقصودة والتي تعودنا عليها في مثل المناسبات فتونس اشرف من ان تنعت بمثل هؤلاء الاغبياء الحسالة الذين يفضلون تحقيق الشهرة المشبوهة على حساب مصلحة واستقرار بانجلدتهم صح 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 لا كلمة الناس قاموا صح ولهذا فان كلامي موجه اليك يا الشوالي ومن خلاله الى من اوقعك في الخطأ باننا كجزائريين ومصريين وتونسيين وحتى مغاربة اوعى مما تتوقع خصوصه ان الدروس التي استخلصناها من الشطحة الاعلامية المأجورة في موقعة ام درمان وسبقتها قد اعطتنا جرعة كافية من التلقيح ضد الفيروس العنصرية والتطرر ثم اوجه كلام لقانات رياضية عالمية التي تسمح لمعلقين رياضيين بان يخوضوا في امور تتجاوز حدود المعايير التي تقوم عليها مبادئ الرياضة لسيما في مناسبات عالمية حاسمة صح الناس احنا شاهدناه ما كيسموه هما قال لك رد على 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 كيسموه على حافي دراجي حافي دراجي ما اهدرش على تاريخ ولا اهدر حافي دراجي اهدر في مباراة تونس خسرت قال لك فاريخ فاريخ تعيس خسرت تونس قال لك فاريخ تعيس نورمال خسرته مربحتوش كنت وضعفة ناء اصح هادى اهدر بتكلم على منافق تكلم من؟ والناس اللي يدافعوا على على دفع في شوق نقوم اهدر وهناك ماتنى بتاردي الجامعية لم تكن أقوى بشكل من الجامعة لم نكن كنت أقوى الفرنسا الشيخ الأولى كان في فرنسا في تونس كانوا أولاد القيادات ال Foer كانوا يضعون الصورات كانوا فرنسا كانوا أولاد الأخوانات هنا كانوا يخايفون أن هذه الأخوانات بعد الاستقلال هؤلاء الرجالة تتكشفون هذه الأخوانات كانوا ذلك في تونس كثلهم قا في تونس باش يكون على باكم هو ما جبت هذه هو جبت على مبارا بصع الشوالي وين راح جبت شوالي جبت لك سوالح لما ما نبغوهم شحناء وللتذكير يا شوالي فإن اللغة العربية والدين الإسلامي لم ينقله المصريون إلى الجزائر كما تفوهت أيها المعتوه وإنما نقل الإسلام بلغته إلى كل البلدان وإلى العالم أجمعين فقد ثبت مرة أخرى بأنك تتعمد التجاهل التاريخ والجغرافيا وتسعى إلى تجهيل الجماهير قد رمتك في مزبل التاريخ وبكل استهزاء نحن شكرا لهذه المرأة الجزائرية التي فضحت هذا المعتوه هذا المأجور كلام مأجور ليس مجبر يعني مجبر ومأجور كان مجبر باش يتكلم كانوا جبروه باش يتكلم وكذلك كان مؤجر هذه باش يكون على باك اليوم نشوفه باللي المنتخب نشوفه باللي الشعب الجزائي دائما ويكون مستهدف من عند أقرب الأقارب يعني من قلوب التونسة أقرب لنا فانيك كما المغرب أقرب لنا فالشعب المغربي الشعب التونسي أقرب إلينا لكن هكتشو كيفاش وين دائما وين تلقاو الضربة بالصديق ماليك ماليك من مولوك الروم وقلع تآمروا عليه مجلس كما السبعة ولا ثمانيات قالك لازم نضربوه ضربة واحدة كما صار كل واحد يحشي في خدمة ماتاش كي شاف السديق التعو جاي صديق الطوفولة صديق السلاح صديق شافه جاي أمن فيه قاعد يشوف فيه صابه دخل فيه الخدمة كي شافه قل بلق غادي نحيا كي شافه دخل فيه السيف قالوا حتى أنت ومات احنا كي نشوفه ضربك صديق اللي تقولوا بلي أصديقاء نقولوا أصديقاء تشوفه ضربك بالموس في الظهر وكش تقعره تكلع على روحك أمن فيه ود بلادك أنا نأمن فيه حافظ حافظ دراجي وعاد الخلوة هذولي نأمن فيهم مهما كان حافظ دراجي مايفوت بلاده وعاد الخلوة مايفوت بلاده مهما كلفه مهما كان مهما وانه حتى اننا بشاهدنا كيف يمكننا كيف يمكننا يجيلك علام في مناسبات ايوو صوروني راني دائر علام وخاين كما ذيكي خادية بنقلا خادية بنقلا ذيكي أكبر خائنا لجزائر ما نأمنش فيها متصورة بالعلام أي يصوروني راني دائر علام بتاع الجزائر وهي أكبر خائنا لجزائر هذيك 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 كودفول صغير يشعل شمعة تقول لك لقد انفجر الأوضاح في الجزائر انفجر الأوضاح في الجزائر ما سبب حقدها لجزائر اكتشو كيفاش هذي الناس أنا وعدكي ما حافظ دراجي عادر خلوة لا أنا أمن فيهم حافظ دراجي للناس ونبعد لا يقول لك ولا يعيروا ولا يعيروا فيه حافظ دراجي الأول لي كان يكشف لهذا العصابة تحدد وجمعتها هو لي كان يكشف مش كل لي كان يكشف مش كل لي كان يهذر عليهم هو الاني نقول له دي اليوم وين اكتشو كيفاش المنتخب الوطني دائما وين يلعب وين تصيب بزيب أعداء هذي الكأس العرب هذي الكأس العرب رغم أننا نفتخر بأننا عرب ونفتخر بتنظيم دورة عربية مخلصة فيها فلسطين فيها كل عرب لعب بس ما كانتش عندها أهمية كبيرة مي شافوا الجزائر قابنتنوا بلي بيدوا لكو كي شافوا الجزائر قابنتنوا بلي بيدوا لكو يالله شوف ما كانتش عندها أهمية أهمية ساكي شافوا جاولة بلو بيدوا لكو جاولة ساكي شافوا جاولة بلو بيدوا لكو